وبنتشارب الأستاذ أندرول لوزي برانش مانجر بشركة The Address أهلا بك أهلا وسهلا زي حضرتك كمان منوارنا في إيفنت Pyramids حابة عرف رأيك الأول في بداية الإيفنت بصوا الإيفنت زي ما كنا كلنا متوقعين من شركة Pyramids إنها تعمل الإيفنت على المستوى ده لأن ديها اللي حاجة ليه بالعمل بتاعتنا حابة حركت دينا نبزة بقى عن شركة The Pyramids والعملاء بتاعكم الفترة زي شركة Pyramids بقالها أول مصنع وشهرين في الماركت شركة Pyramids من أكثر الشركات اللي بتهتم بالأفتر سيلز واللي بتحب تعمل ريليشن مع الكلاينز بتاعتها دي من أكثر مميزات شركة Pyramids الحاجة تانية في الماركت على صعيد الديفلوبمت شركة Pyramids لما بتيجي تسيلكت لوكيشن للبروشيكس بتاعتها ما بتخترش غير مواقع المشاريع بتاعتها عشان هي مش بتدور هاو تبروفت من البروشيكس دي هي بتدور ازاي تدي خدمة كويسة عشان تقدر تكمل في الماركت وده وجهة نظر الشركة اللي مخليها واللي مخليها الماركت عارف ان هي هتكمل الفترة اللي جاية شركة Address مفوض بورجردش فعايزة عرف هل أحد عمالك وشركة Pyramids؟ طبعاً احنا مع شركة Pyramids from scratch وحابين نكمل معاهم لان هي عمرها ما أغزلتنا بالعكس هي دايماً إضافة للماركت ودايماً عندها البروشيكس اللي مش موجود شكراً للمشاهدة